بالنسبة للنشيد وتابع المشاهد منذ قليل عندما حضرنا التدريبات وتحذيرات نفس تقريباً توزيع الموسيقى للنشيد ربما بماذا ترد على هذه الملاحظات؟ يعني أنه النشيد الوطني تعودنا أن يكون بقوة العزف لأنه النشيد الوطني فالتوزيع في الأوركسترا يختلف أكيد عنه أكيد طبعاً عند مواسفات أخرى فلماذا هذا الخيأ؟ لا هو أنا كموسيقي محترف وكمؤلف موسيقي النشيد الوطني أو أي عمل آخر بالنسبة لي هي مادة موسيقية ومادة شعرية النشيد الوطني في كل العالم في إيطاليا في أمريكا في فرنسا في إنجليترا عندها مئات التوزيعات يعني عندك وين تشوفي يعني النشيد الوطني الأمريكي معزوف على طريقة الجاز على طريقة البوب على طريقة الساكسوفون بالغيتار الإلكتريك مؤخراً نشوفنا للمارسييز يعزفها معلوف بالترومبات يعني اللي هو لبناني يقدمها على مستوى بورج إيفل يعني الشيء اللي نسمو الشامين هو أن النشيد مش مقدس النشيد هو مادة موسيقية كتبها شاعر ولحنا ملحن وغنوها ناس هناك الصيغة اللي يسموها صيغة التشريفات اللي عندها نصص قانونية اللي عندها تشريعاتها اللي هي الصيغة العسكرية اللي قدمها الحرس الجمهوري أمام حضور رؤساء وممثلي الدول أخرى عدا هذه الصيغة كل ما هو باقي هو اجتهادات يعني أنا عندي لحد الآن ثلاث توزيعات للنشيد الوطني قصنا توزيع أكابيلا بأصوات رجالية وأنتوية فقط عندي توزيع للوتريات مع ماندول ومندولين وهذا اللي قدمته في قصر رئاسة في الكوريناة في إيطاليا بحضور الرئيسين سيرجو ماتاريلا وابنجي تابون وأخيرا هذا التوزيع يعني سيمفوني ليعطي قوة سيمفونية للنشيد الوطني ويعطي حتى يعني مساحة للغناء ولكن حتى 42 ألف شخص غنىوا معنا هذا النشيد يعني يكون كانوا كانوا في اعتراض ما كانواش يدخلوا